السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال وارجو جميعا المهندسين شهركم فيها المستقبل في الهندسة المدنية كـ Structure Engineer Design أفضل أم بيم Structure Modeler أو بيم Structure Coordinator أو بيم Manager أو بيم Specialist سيكون أقوى بمرتبة أعلى ومطلوب أكثر وهل لازم نتاجه للبيم بشكل كل ما نحفظ على مفاهيم التخصص كإنشائي أو معميره دعونا نرى ما هذه الأشياء كلها ونبدأ نفسها ونصل إلى الإجابة الأفضل مهندس إنشائي مهندس إنشائي مسؤول عن التصميم بيم Structure Modeler يمكن أن يكون شخص يخريج هندسة ويقدر يدخل لتعلم البرنامج ويأخذ اللوح من Structure Engineer Design وهو يعمل لها موديلينج طبعا لو أنا عندي مهندس إنشائي ويعرف أن يعمل على البيم سيكون أفضل لأنني أفضل فكرة أنني أقلل فكرة أنني بدل ما يبقى فيه مشكلة في نقل المعلومة من حد لحد لا هو يبقى هو واحد فقط هو الذي يعمل التصميم وفي نفس الوقت يعمل الموديلينج بدل ما هو يعملها مانوال أو يعملها على الوتوكايد لا مرة ستتحول للموديلينج بدل ما أنا عندي فريق يتخصص في الدزاين وفريق الثاني يتخصص في الموديلينج لا هو نفس الفريق بدل ما هو بعمل حاجاتها على الوتوكايد لا يعملها على البيم البيم هو مجرد بديل الكاد حسناً؟ لا يوجد حيث أنه يعمل في البيم أو يعمل في التصميم هو التصميم في التصميم والتصميم؟ لا، يعمل في البيم مجرد بأنني بدل ما هو يرسل بورق ألم اديته تابلت يعمل عليه الموديلينج يكون مسؤول أنه ينصب بين الأفراد الفريق الموديلينج يكون مسؤول عن المشروع كله ويحضر اكتماعاته يمكن أن يكون مستريح جداً أنه يعمل مهندس إنشائي ولا يريد أن يتنقل الموديلينج كل واحدة يحتاج إلى مصفات معينة ويمكن أن يكون متوفرة عنه ويمكن أن يكون مسأل منها أعرف شخص يتكلم معه بفترة يقول لي أنه لا أحب الموقع لا أحب على المكتب لا أحب على المدلاتي لا أريد أن ينزل في وسط العمال لا أريد أن أقفض في الصب الحديد يمكن أن يحب أن يعمل الموديلينج ما هو مهندس متخصص؟ وقريب قوي ستختفي كلمة بيم مهندس إنشائي ومن دمن المهام ومن دمن المهارات ومن دمن الحاجات التي يعرفها أنه لا يعرف الشغل بالبيم أنا الأكثر والمرتبات أعلى ومطلوب أكثر أي شخص فيهم أنت تدقن عملك فيها ومتميز فيها ستتركى فيها أنا كنت تعمل في وظيفة وقال لي أن أرأيت الشيء الأعلى لا أنا مستريح في هذا وهذا ما أبدأ فيها وهذا ما أقدر فإن أنا أقوم بالمهام فإن أرأيت الشيء الثاني أنا عندي نقص في شيء معين مثلا أنه لا أعرف أن أقوم بها وليس أحب أن أقوم بها لا أنا أحب أن أقوم بها أفضل في الوزيشن وليس أريد أن أترأى هذه المرة ممكن بعد فترة لما أكون مستعدة أترأى هل يجب أن نتجل البيم؟ نعم لأنه بدأ يجباري في أماكن كثيرة جدا يعني هي الفكرة كلها أنا بش هلغي كل ما أعرفه أو هبدأ أختار أشتغل في مجال البيم أو أشتغل في مجال البيم لأ أنا مهندس إنشائي ودوني أتاء تسهل على الشغل اللي هي البيم عايز تشغل بالكاد أهلاً وسهلاً عايز تشغل بالبيم أهلاً وسهلاً لكن هي الفكرة أنه بيبقى ضك وأفضل طيب لا، هذا هو يأخذ مني وقت أكثر أو يأخذ منك وقت أكثر في مرحلة لأنك تدخل كل المعنوات السليمة اللي تسهل الشغل بعد ذلك وتجعل الشغل يطلع أفضل ومع الوقت ومع أنك تعمل تنبليت وتعمل مكتبة الوقت ده سيبدأ يقلم كثير من الوقت اللي أنت تأخذه بالأساليب التقليدية فبلاش تقول لا، أنا أعمل موديلر بأكد حد سيأخذك وانت تنسى كل اللي أنت علمته لا، دعيك أنت مهندس إنشائي مهندس معماري مهندس إمي بي ومعاك أداة اللي هي البيم ودلوقتي بكتبها بيم إنجنير لا، بعد فترة ستبقى هيا وانت مهندس ومن دمن الحاجات اللي في السيفي بش في الطايتل أنت بتغرفس الشغل بالبرامج ديت يعني هي الدلوقتي عشان مميزة إنما بعد سنة ثلاثة هتلاقي خلص بدأت الناس كل اللي هتبقى موجودة فهتبقى موجودة عادي في قلب السيفي بتاعك ترجمة نانسي قنقر